تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة تضمنت دعوة جلالته لزيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة وقد رحب جلالته ورعاه الله بهذه الدعوة الكريمة معربا عن سروره بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة كما تعلقت الرسالة بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين البلادين الشقيقين وتطورات الإقليمية والدولية والقضايا موضع الاهتمام المشترك وقد سلم الرسالة إلى جلالة الملك المفدى معالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية خلال استقبال جلالته له هذا اليوم في قصر الصافرية كما نقل إلى جلالته تحيات وتقدير فخامة الرئيس المصري وأطيب تمنياته لشعب البحرين بدوام التقدم والرخاء فيما كلفه جلالته بنقل تحياته إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته الخالصة لمصر وشعبها العزيز بالمزيد من التطور والازدهار ورحب جلالته بوزير الخارجية المصري وأكد اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين معربا جلالته عن تطلعه الدائم إلى الدفع بها نحو أفاق أرحب بما يلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين منوها جلالته بأهمية مثل هذه الزيارات التي تدعم مسار التعاون والتشاور والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا في ظل ما تمر به المنطقة من تحديات وأزمات تهدد أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة مشيدا جلالته بما تشهده مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من نهضة تنموية شاملة هي محل واعتزاز لكل الشعوب العربية وأكد صاحب الجلالة خلال لقاء تضامن مملكة البحرين مع جمهورية مصر العربية في كل ما يحفظ حقوقها وأمنها الماء ودعم المملكة لكافة الجهود والمساعي الهادفة للتوصل إلى اتفاق ملزم لحل مسألة سد النهضة وفق قواعد القانون الدولي وبما يعود بالخير والنفع على كافة الأطراف ويضمن حقوق مصر في حصتها المائية في نهر النيل كما أشهد جلالته بالدور المركزي لمصر الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية ومصالحها وحماية الأمن القومي العربي وتعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط مؤكدا حفظه الله أن أمن مصر ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي ومن جانبه عرب الوزير سامح شكري عن بالغ التقدير والاعتزاز بجهود جلالة العاهل المفدة ودوره الرائد في تطوير وتنمية علاقات مملكة البحرين مع شقيقتها مصر مثمنا المواقف الأصيلة والمشرفة للمملكة بقيادة جلالتها تجاه مصر وشعبها ودورها المهم في دعم مسيرة العمل العربي المشترك ترجمة نانسي قنقر